مرحبا جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عن فونديشن برجواء كما انتم رأيتم بجد جميل قوي 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 حلو جدا خفيف جدا هذا هو شكله اخبركم تجربتي معاقي استنوني بعد الفاصل ده ورجعت لكم تاني حلوين تعالوا بقى قولكم تجربتي مع الفونديشن برجواء بجد وهم جميل قوي 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 يعني من انا لحاجات كتير كده خفيف جدا جدا خصوصا في الصيف جدا جدا على البشرة لكنك مش حتى حاجة خالص ومكتوب عليه انه بيعطي 16 ساعة وانه هو في فيتامين هو مناسب لكل انواع البشرة معادة البشرة الدهنية اللي اللي حابب يجربوا اه اه الدرجات بتاعته من لايت لميديا اهو ده تقريبا ده كده عامل 300 جنيه عشان الناس اللي بتسألني بعد كده انت جيبتي بك انا احاول بعد كده ان انا منساش اي حاجة عامل بكوا على ريفيو ان اقول لكم الاسعور اه ريفيو بتاع النهاردة ده عن حاجة انا حبيتها جدا جدا لما جربتها مش عايفة الفوكس فيه النهاردة اهو اه الحلو كمان في انه هو خفيف على البشرة وبيقعد حلو قوي للناس كمان ما بتحبش تحط فونديشن بجد لو استخدمتيه هتلاقيه خفيف قوي على بشرتك اكينك مش حطة اي حاجة خالص بس هو مش بتاعه مناسبات اه لو عاوزة تستخدميه فبمناسبة يبقى هتحطي كذا طبقة واهم حاجة برضو ان يعني حاولي ان يكون اللي هتستخدمه بشرتك ما يكونش فيها عيوب كتير او مشاكل علشان شكله يبان اكتر ويديك افكت حل بس انا رأيي ان انت لازم تسبتي ببودر بودر خفيف خالص على البشرة كده بالفرشة كده حاجات بسيطة دي الدرجة بتاعتي تمام هي مكتوب عليها مكتوب عليها مكتوب عليها لايت او تمام كنت محتاجة ان انا اشوفها هي مكتوب عليها تحت كريم كريم اساس بيحمي من علامات التعب انا كمان كنت عاملالكو قبل كده عن الكونسيلر انا هطوركو في الديسكريبشن بوكس الريفيو بتاعه اللي حابب كمان يشوفه اللي اتنين بجد احلى من بعض اللي عاوزة تستخدم الفونديشن على بشرتها او الناس اللي بتحبش تحطك خفيف جدا 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 مش بيعرق بيناسب كل انواع البشرة زي ما قلتلكم معادة البشرة الدهنية لو عندك بقى مناسبة حاولين انت بتعاملها تقابليها ماسك للناس اللي عندها مشاكل في بشرتها هيديكي افكت في الاخر حلو جدا انا بنصحكو ان انتوا تجربو دي تجربتي عن فونديشن بورجوه هلسي ميكس جميل جدا ريفيو تاعي النهاردة خفيف بسيط ودي تجربتي عنه يارب اكون فتكو اشوفكو على خير في فيديو جديد متنسوش اللايك وسبسكرايب الناس الاول يشوفني وهقولكو يلا باي باي